ورحمة الله وبركاته. حبيبي طلاب تلتة سنة وعمليني ابطال يا رب يكنوا بخير وبصحة وسعادة. ان شاء الله في الفيديو ده هنستعرض اه الكتب اللي نزلت او اللي نشوف افضل كتاب نزل في كتب المراجعة انجليزي تلتة سنوي الفين تاتة عشرين. الايام جهت بسرعة وخلاص بقنا في شهر اتنين شد حركوا ابطال. اه من كم ساعة كده نزل الكتاب وصلني على الفيسبوك او الواتساب ان كتاب الزتونة في كتب العمالقة هو اللي نزل كتاب المراجعة النهائية ده شكل الغلاف بتاع كتاب العمالقة طبعا زي ما احنا شايفين راسة الكلام الزتونة طبعا جايبين بتاع زتون طبعا الكتاب ده آآ بستين جنيه تمام كتاب بستين جنيه ممكن تخشوا على الصفحة بتاع الفيس اكتب كده كتب العمالقة في اللغة الانجليزية واستفسر عن الاماكن وحتى فيه ارقام هنا هي اللي عايز يتواصل معها ممكن يتواصل معها بحس الشحن وكده آآ طبعا كتب بستين جنيه وشكل ما شايفين كتاب غلاف وبسيط وجميل نشوف نستعرض الكتاب ونشوف ايه اللي هم عاملينوا ونظام الكتاب طبعا آآ كتاب العمالقة فقط هو اللي نزل تمام كتاب العمالقة فقط هو اللي نزل وفي خلال اي ما جاء ان شاء الله هيكون الكتب بيئتها نزلت ان شاء الله اه ني هاللو جيد اكسبيتيشن دماغ زينا عارفين القصة آآ لاحزة واحدة بيقولك هنا ان آآ الاسئلة بيشرح اهم الكلمات والمصطلحات وحرف القر وبعدين اهم المتراضفات والمتراضطات والمترازمات شرح وسط القواعد ده احسن حاجة عجبان فيه بيجيب لك الخلاصة في القواعد ما بيلكش كتير جمل آآ جمل على القواعد الحال يعني التدريبات على الوحدة كاملة بيجيب لك من خمسة وخمسين جملة لخمسة وستين جملة وده اعتقد يعني الملك اهم الكلمات وكذلك الجرومر برضو بيجيب لك من خمسة وخمسين جملة لخمسة وستين جملة بيلملك كل افكار الجرومر في الوحدة تمام؟ وجيب خمس شاشر جملة آآ مهارات وقطعة اتفاة مع كل واحدة قطعة كواس جدا مش وحش وطبعا تمارين خاصة بالازهر بكل واحدة وفي الاخر جزء خاص بقصة ايه امال عظيمة دي محتويات الكتاب تعالوا كده نستعرض مع بعض ونشوف الكتاب ايه طبعا زي ما احنا شايفين بيجيب لك هنا على الجنب هنا بيجيب لك كل الكلمات واهم الحاجات يعني بيجيب لك من الاخر حاجات مهمة جدا ويجيب لك الخلاصة اهم اهم الحاجات تمام؟ آآ وطبعا هنا جايب لك التدريبات على الكلمات نلاحظ جايب خمسة خمسة جملة على الكلمات وبعد كده عرض لك الجرامر جايب لك هنا الماضي البسيط واحدة قولها طبعا بعدين الماضي المستمر وبعدين المضارع التام نلاحظ هشوف المضارع التام مضارع التام طبعا واكيد الفرق بينه بينه بين المضارع البسيط ومضارع المستمر اللي بينه المضارع التام المستمر اعتقد جايبه برضه آآ هنبقى نشوف ان شاء الله مع بعض آآ جايبه في صفحة واحدة يعني خلصت الخلاصة. وجايب لك طبعا هنا تدريبات عليك كل الافقار اللي ممكن تجي لك في الزمن ده. طبعا ستة وستين جملة. بعد كده جايب لك في نهاية الوحدة. زي ما قلنا بيجيب لك خمستاشر تقريبا سؤال. او عشر اسئلة حداشر سؤال على حسب ما آآ بيكون بيه. الفرق بسيط يعني بين الوحدات. وجايب لك طبعا جمال مهمة جدا لازم تتدرب عليها. والكلمات اللي فيها في غاية الاهمية لازم تلاجع عليها. وهنا جايب لك آآ جايب لك قطعة لزيزة وبسيطة. آآ لازم تتدرب عليها وتحلها. وطبعا الجزء الجزء ده خاص بالازهر. ده جزء ايه يا شباب? ده الجزء الخاص بالازهر بالتركام المقول وكوزء خاص بالآآ بالقسم الادبي. وهكذا. تمام? وطبعا يونت آآ برضو كله نفس النظام. نشوف في الاخر كده هو جايب تقريبا في الملف ده. هيبقى في جروب التليجرام اللي موجود في الوصف تحت. تلات وحدات يعني تقريبا آآ ربع المنهج او التلات وحدات موجود في الملف ده. هتلاقيه في جروب التليجرام اللي موجود في وصف الفيديو ان شاء الله. تمام? لو نزلنا تحت كده في الاخر. لحظة واحدة. هيجيب لك شوية حاجات عن اللي هما بيسبتين في كل كتب المراجعة. ازاي تكتب المقال. وآآ ازاي تكتب الايميل. والحاجات دي كلها. طبعا ده المقال. آآ وده الايميل. تمام? في الاخر بقى جايب لك ايه اللي هي آآ امل عظيمة. القصة طبعا. اسألة التفكير النقضي باجاباتها. جايب لك الاسئلة بالاجابات. جايب لك ملخص لكل فصل فنقات. بيجيب لك الجماعة الرئيسية والافكار الرئيسية في كل فصل. لو خاص لك كده آآ فنقات بسيطة. جميع اسئلة كتاب الطالب والتدريبات. جميع اسئلة اللي ممكن تكون متوقعة اللي هي تيجي في تمام? آآ طبعا جايب لك في الاول هنا آآ اللي هي تحليل للشخصيات. ويجايب لك الكلمات اللي ممكن تكون صعب من نسبالك او آآ هتساعدك في فهم السريع. يعني هتقرأ في الثانية هتفهم الموضوع كله عن الشخصيات. واللي عجبنا قوي الحتة اللي هو جابها هنا اللي هي موضوعات الرواية. مهمة جدا جدا جدا. الصفحة دي لازم تعرفها. لازم الصفحة دي تتعرف انها مهمة جدا. ايه الموضوعات اللي بتتكلم فيها? جايب لك طبعا الطموح وهكذا كل النقطة. وايه جايب لك الحاجات اللي بتدلل عليها من القصة. تمام كده? او الرواية اللي معنا. جابناها صفحتان تقريبا والدروس الاخلاقية في الرواية. مهمة جدا جدا الصفحتان اللي فاتوا دول. في غاية يعطر من اهم الصفحة في الرواية. طبعا ويبدأ بقى ايه ايه اهم الكلمات. وبعدين النقطة الرئيسية او المحطات الرئيسية اللي كان فيها. وبعدين بيجيب لك هنا بقى ايه الاسئلة وبعض الاجابات اللي ممكن تكون مناسبة للاسئلة اللي موجودة. تمام? تمام. وفي الاخر بقول لك ايه 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 يعني ايه اختبر نفسك جاب لك مجموعة الاسئلة وحاول انت بقى من خلال الدراسة اللي انت عملتها فوق للحاجات دي كلها. ابدأ انت بقى ايه تحاول تجاوب على الاسئلة دي وان شاء الله هتعرف تجاوب عليها وهتكون سهلة وبسيطة بالنسبة لك. تمام? وهنا جايب لك على امال عظيمة. ما قد سلزئة اتركه في نهاية امال. وهكذا هتلاقي في اسئلة كتير. زي ما موجود في كتب كتير ومذكرات كتير على الناد. تمام? مش حاجة جديدة يعني ولا اي حاجة. تمام? كمية اسئلات كتاب الطالب وكتاب التدريبات. طبعا جايب لك شابتر وان شابتر تو لحد اخر الشابتر. طبعا الكتاب تقريبا متين وآآ ده هزا كده. الكتاب تقريبا. متين وستين آآ متين وستين صفحة او متين واردين حاجة زي كده تقريبا. متين وستين. اش هتفرق معنا كتير. آآ بس شباب هو ده كان الكتاب العمالقة. كويس وهو آآ يعني شبيه بكل الكتب يجيب لك تدريبات. وملخص الكلمات وملخص وتدريبات عليهم. والمهارات وكده تمام? سألتهم انا على الامتحانات الشاملة. طب الامتحانات الشاملة قالوا لي لما نموذج الوزارة ينزل. نموذج الامتحانات الوزارة التجربية تنزل. ان شاء الله هنعمل الكتاب ده. ومش عارف بقى هيبقى مجانية على الانترنت بداف ولا هنشتريه برضه. آآ بس ان شاء الله هنحاول نشتغل ونبدأ في الكتاب ده في قرب وقت. آآ حتى لو ما خلصناش المنهج. مش اي مشكلة. و هن آآ ان شاء الله لما الكتاب الامتحانات ينزل هنجيبه ونشتغل فعلا طول. وان شاء الله لما الكتب التانية تنزل سواء معاصر او جم. واي كتاب تاني ان شاء الله. هنراجع مع بعض ونشوف ايه الكتب آآ ايه الاحسن وكده. و آآ نبدأ في ان شاء الله. بس العمالك ان شاء الله معنا. ممكن المعاصر كمان. وهنشوف بقى كتب تانية ان شاء الله. آآ بس ايا كان. آآ كل الكتب بتبقى زي بعضها. كله بيجيب آآ نفس النظام مع اختلاف الترتيب او اختلاف اي حاجة. ولكن هي نفس الافكار وهي نفس الكلمات وهي نفس كل حاجة. فما تقلقش ان مسلا في كتاب التابحة لا توجه او تقول في كتاب احسن من كتاب. لا هو كل الكتب. بتعرض نفس المحتوى. بس الشباب ده كان الريفيو لكتاب العمالكة. اتمنى انكم استفدتم وان شاء الله في قرب وقت هننزل اولى الحلقات للكتاب ده. اشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.